لا تزال مناطق واسعة من شمال أستراليا تغرق تحت المياه فمنذ مرور إعصار ديبي قبل أسبوع والفيضانات تغمر شوارع ولايتين نيو سوث ويلز وكوينزلاند فيضانات أسفرت إلى حدود الآن عن مقتل أربعة أشخاص وتسجيل خسائر مادية فادحة هذا لا يصدق انظروا إلى أدواء المرور إنها مغطاة بالمياه انظروا إلى المنازل لقد غمرت المياه منزلنا أمام هولي المشهد بدأ أبي في الصراخ قبل أن يتوقف قلبه عن النبض السلطات الأسترالية أعلنت الولايتين منطقتين منكوبتين وقدرت الخسائر التي لحقت بهما بأزيد من 770 مليون دولار وفي غضون ذلك قام الجيش بتعبئة 1300 جندي للمساعدة في رفع الأنقاض فيما تباشرت مروحيات وطائرات عمليات إصلاح البنى التحتية وإمداد المتضررين بالمواد الأساسية ترجمة نانسي قنقر